روسيا وخلال الساعات القليلة الماضية بعتت مجموعة من الرسائل شديدة اللهجة للدول الغربية إلى درجة أنها قالت بالحرف الواحد أن الأسلحة النووية هي الوسيلة الوحيدة التي ستواجه الدول الغربية في حالة شعور روسيا بأي نوع من التهديدات يعني إذا كنتم تخططوا أن أوكرانيا تحاول أنها تحقق ثمة انتصار نحن بمجرد شعورنا بأن فيه خطر حوالينا ما عندناش ليكم غير الأسلحة النووية رسالة وضحة شديدة اللهجة أرسلتها روسيا بالأمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضرتكم معكم أحمد عبدالعادي من قناة مصر سبع وقلت لحضراتكم مراراً وتكراراً أن كل قيادات روسيا بلا استثناء عندما تطلق أي نوع من التصريحات بتكون عارفة كويس جداً التصريحات ديت راحة فين وعارفة كويس أو إزاي أن هي تستخدم التصريحات ديت طبعاً لصالحها عكس الكثير من قيادات أوروبا والكثير من قيادات البيت الأبيض اللي كل شوية بيهلفطوا بالكلام النتيجة أنه كنت بتكتشف أنه هم بيمرسوا الأكاذيب من كثرة التصريحات والتخبط اللي بحصل سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أطلق مجموعة من التصريحات بالأمس قل بالحرف الواحد فيها أن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع هو الرد الوحيد لروسيا حالياً على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها يعني الأسلحة النووية دي هي الرد الوحيد اللي احنا بنمتلكه في مواجهة أي نوع من التهديدات هل يترى روسيا بتعاني التهديدات فعلاً؟ هل يترى روسيا في موقف ضعف؟ طبعاً الكلام ده مش مزبوط لأن روسيا ما بتتحركش من واقع أن هي تكون بمثابة رد فاعل وليس أدل على ذلك أساساً من تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا لما فلادمير بوتن رئيس روسيا حاس بأن دول النيتو بدأت تستعد لتوجيه ضربة لروسيا بحيث أن هي ستعمل على تفكيكها في مرحلة تالية هو الذي بادر بتوجيه الضربة الأولى في أزمة روسيا وأوكرانيا ومناءاً عليه دايماً كنا بنقول على حسب الخبراء والاستراتيجيين والعسكريين أن دايماً 90% أو 95% من مقومات الانتصار مع صاحب الضربة الأولى ولذلك فلادمير بوتن ما بيخليش المسألة بحيث أن هو يتصرف من منطلق أن هو بيتصرف كرد فاعل وإلا هيقصر كتير جداً ولذلك روسيا أطلقت التصريحات بتاعتها على لسان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية بالأمس وقالت استحن نووية ديت أساساً في حالة شعورنا بتعرض أمننا للخطر هي دية الإمكانية والآلية الوحيدة اللي أنا هنواجه بيها الخطر ده بعض الناس في تحليلاتهم بيقولوا إيه؟ حتى بعض الناس اللي هي بتهاجمنا تعملين بتتكلموا وبتقولوا روسيا تحذر روسيا تهدد ولا شفنا أي حاجة اهدوا بس شوية هو المطلوب من الراجل يضغط على الزر النووي يعني أنا من الممكن أن أنا أتأجر طيارة عشان أروح بيها مشوار كيلو مثلاً ولا حاجة أنا مش في حاجة إلى ذلك هو أنا مسافر لبرة عشان مثلاً أخذ طيارة يبقى سفه أن أنا أستغل الطيارة في اللحظة اللي ممكن أستخدم فيها رجليا وطبعاً هيكون من الغباء أن أنا أستخدم مثلاً وسيلة نقل سريعة أو عابرة للقرات أو فرط صوتية في وقت أنا مش محتاج أساساً أن أنا كن مستعجل ده اسمه تبزير وبزخ وبالتالي روسيا توجه ضربة نووية ليه؟ بقى مرت إيه؟ أنا عاوز أقول لحضراتكم أن الأسلاحة النووية دائماً للردع طولت ما أنت معاك سلاح نووي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أي قوة تنتصر عليك عسكرياً يبقى السلاح النووي كحل أخير في مواجهة التحديات الكبرى ولذلك مراراً وتكراراً كنا دائماً بنؤكد وبقول لحضراتكم يا جماعة سيبوكم من كل وسائل الإعلام الغربية اللي عمالها بتقول ده مع بيتات أزمة روسيا أوكرانيا اللي بتقول أن روسيا انهزمت وأن أوكرانيا تحولت إلى مستنقع لروسيا قلت لحضراتكم لحظتها العكسة هو الصحية لأن ما فيش حاجة اسمها أنك أنت تنتصر أو تهزم قوة نووية على المستوى العسكري ليه؟ مش هسمح لك أما للسلاح النووي أنا متلتله عندي ليه؟ تغزلاً في جمال القوة النووية لمؤخزة وبالتالي قلت لحضراتكم أوعوا تتخيلوا أن روسيا هتنهزم روسيا من الممكن أن هي تخسر مثلاً عن المستوى الاقتصادي ممكن يقلموا أظاف الروسيا في بعض المناطق في العالم لكن أنه هما يهزموها عسكرياً وتخرج مهزومة عسكرياً مستحيل يعني أنت ما تقدرش أساساً أنك أنت تهزم أمريكا عسكرياً مهما كان ضعفها ما تقدرش أنك أنت تهزم بريطانيا عسكرياً مهما كان ضعفها قوة نووية ضغط الزرار نووي وهتنهي المسألة علي وعلى أعدائه وزي ما كنت بقول لحضراتكم اجده ميت واجده ميت وبالتالي ينعيش عيشة زي الفل ينموت عنا الكل سيرجي لفرو بيقول شروط استخدام الأسلحة النووية المحتمل من جانبنا منصوص عليها في العقيدة الروسية العقيدة الروسية التي تغيرت منذ شهور قليلة وآلن عنها فلادمير بوتين أنه وعندما يواجه روسيا أي نوع من التهديدات لأمنها القوم سوف تقوم باستخدام القوة النووية فهل يطرد الوقت روسيا أمنها القوم معرض للخطر الإجابة بالنفي وبالتالي يستخدموا القوة النووية ليه الكلام ده رداً على بعض الناس اللي بتزعل مننا وبتزعل من تحليلاتنا أحياناً ويقولوا يا جماعة أنت كل شوية تقول روسيا بتهدد روسيا عمالة بتحذر لا شفنا أي حاج هي روسيا ليه ما بتوجهش ضربة مثلاً نووية وتخلص من أم الشغلانة دي لا ساعدتك هو فلادمير بوتين وروسيا مش قاعدة في البيت زي ما ساعدتك قاعد كده وراء شاشة الكمبيوتر أو وراء شاشة التليفون وبتتفرج وكان الله بالسر عليم المسألة لها تدعيات وتوازنات ومؤمات الكلام ده هيحصل في حالة واحدة فقط لغير أن كل دول الناتو خلاص اتحركت على المستوى العسكري وبتزحف نحو روسيا السؤال اللي بترح نفسه روسيا انهزمت؟ لا روسيا محققها انتصرت ولا مش محققها انتصرت ده محققها انتصرت على أفضل ما يكون طب انا خسر نفسي ليلة مؤخزة بقى لما انا منتصر هو ده اللي بيحصل ومن المهم ده سيرجي لافرو هو اللي بقول ومن المهم أن نفهم أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية حصرية احنا ما بنهجي مش حد إنما يا ويلو سواد ليلو اللي يفكر مجرد تفكير ان هو يدسلنا على طرف على رأي المصريين يقول لك ركك بس انك انت تدسل على طرف وانا اضحنك ادس على طرف يعني ايه؟ انك انت تقرب مني انك انت تعمل لي نوع من التهديدات انك انت تتحول الى مصدر خطر بالنسبة لي وتبدأ تنفذ الخطر ده في الحالة دي لو دستلي على طرف بس الحفاظ على امكانات القوات النووية عند الحد الادنى الضروري يستهدف ضمان حماية سيادة الدولة وسلامة اراضيها ومنع العدوان على روسيا وحلفائها واضاف في سياق الردع النووي فان امتلاك اسلحة نووية هو الرد الوحيد حاليا على بعض التهديدات الخارجية المهمة لامن بلدنا وقال لفرف الى ان تطورات الوضع حوالين اوكرانيا اكدت صحة مخاوف روسيا في هذا المجال يعني لما بدأت ازمة روسيا واوكرانيا تنفجر احنا بدأنا نعلل حالات الطوارئ بخصوص الاستحان نووية فاكرين حضرتكم الاتفاقية اللي تم توقعها في شهر ابريل الماضي ما بين روسيا وبيلاروسيا ما بين فلادمير موتن رئيس روسيا وما بين الكزاندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا بمقتضاها ومضمنها نشر الاسلاحة النووية الروسية فوق الاراضي البيلاروسية بس اصبحت كل العواصم الاوروبية في مرمى ومتنهوة للاسلاحة النووية الروسية وما فيش نووي احسن من نووي كان فيه نقطة ضعفة عند روسيا الا وهي كل الاسلاحة النووية الامريكية منتشرة في كل دول النيتو بلا استثناء النتيجة روسيا مهددة فلما تفجرت ازمة روسيا واوكرانيا فلادمير بوتين عملها حجة وزريعة بحيث ان هو نشر الاسلاحة النووية فوق الاراضي البيلاروسية لما جات هيط الطاقة الزرية الدولية تتكلمها لا تعالوا نتحاسب عاوزيننا نلم الاسلاحة النووية من اراضي بلا روسيا انا ما عنديش مانع بس قبلها خلوا الولايات المتحدة الامريكية تلمي الاسلاحة بتاعتها وتلمي الكلاب بتحها النووية من كل دول النيتو وتوديها امريكا في الحالة دي إحنا نجمع الأسلحة النووية بتاعتنا على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية نشعل الأسلحة النووية في الكثير من الدول الأوروبية إلا أن نجحت روسيا في أن هي تحط الأسلحة النووية فوق أراضي بلا روسيا أصبحت كل الدول للناتو بلا استثناء في مرمى صواريخ روسيا أمريكا هددت روسيا روسيا أصبحت تهدد كل دول الناتو بما فيها وشنطن نفسها أصبحت في مرمى الصواريخ النووية بتاعت روسيا النتيجة أصبحت القوى متكافأة ثم الراجل بيقول حلف الناتو راهن على هزيمة استراتيجية لروسيا والغرب الجماعي استخدم أفعالنا القصرية لحماية محطنا الأمني كزريعة للانتقال إلى مواجهة شارسة باستخدام ترسانة هاجينة من الوسائل العسكرية أحنا بندفع عن أمننا القومي لأن أوكرانيا ببقيتش على الحيات زي ما احنا اتفقنا مع دول الناتو بدأت دول الناتو تدعم أوكرانيا بدأت دول الناتو تخطط لتدمر وتفكيك روسيا النتيجة كان لازم أننا نحمي أمننا القومي فاتحركنا فدول الناتو أخذت تحركنا زريعة من أجل التصفية والانتقام إن روسيا ملتزمة تماما بمبدأ عدم جواز الحرب النووية وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد منتصرون في مثل هذا الصراع يعني إحنا لو أشعلنا الحرب النووية ما فيش حاجة اسمها منتصر ومهزوم الكل هيكون مهزوم الكل هيخسر عمرنا بناء على الأساس ده مش هنستخدم الأسلحة النووية إنما هنستخدمها في حالة واحدة فقط لا غير شعورنا بالتهديدات إدركنا أن أمن روسيا القومي مهدد نحن نذكر الجميع بأن الأسلحة النووية بالنسبة للروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات وقال وزير الخارجية الروسي دققوا النظر بقى في التصريح ده يا سادة لأن بعض الناس تقول أنتوا مبسوطين قوي من غزو روسيا الأوكرانية لدرجة أن إحنا هجمنا كثيرا من بعض الناس اللي مش فهمة ملبسات الوضع الناس كانت بتتعامل مع الطرف الروسي من منطلق أن روسيا هي التي تهاجم أوكرانيا السلمية الأمنة الودودة الست الكيوت العطوفة اللي ملهاش زنب ولا الكلام ده كله شوفوا حضراتكم سيرجي لفرف وزير الخارجية الروسية بيقول إيه إنه في ديسمبر 2021 قام الجانب الروسي بقى أخطر محاولة لنقل المخاوف بتاعته إلى العواصم الغربية وسلم مسودات اتفاقيتين بشأن الضمانات الأمنية مع الولايات المتحدة وحول الإجراءات الأمنية مع الدول الأعضاء في الناتو قبل مفلد مربوتين ياخد قرار اقتحام أوكرانيا ويقوم بالعملية الخاصة في قلب أوكرانيا بعت مسودات اتفاقيات لدول الناتو لأمريكا يا أخوانا عاوزين نضمن أمننا القومي عاوزين نفعل الاتفاقيات السابقة بيننا وبينكم أن تظل أوكرانيا على الحياد ولها كل الاحترام محدش يجي ناحية أوكرانيا لأن كنتم لو انتزعت أوكرانيا من حالة الحياد بتاعتها يبقى معنى ذلك أنتو بتهددوا أمننا القومي سيرجي رفروف بيقول إحنا بعتنا مسودات اتفاقيات لكل دول الناتو قبل العملية ديت بعدة شهور قليلة على أساس اضمنونا أمننا القومي وإحنا هنضمن لكم أمنكم القومي بما فيه أمن أوكرانيا بس شريطة أنه زي ما احنا اتفقنا قبل كده في التسعينيات قبل تفكك الاتحاد السوفيتي أن تظل أوكرانيا على الحياد ما فيش داعي أنه كنتم أساسا تنزعوا عنها الحياد بتاعها وتدخلوا أوكرانيا لأن دخولكم أوكرانيا أساسا بيهدد أمننا القومي مبادرتنا قوبلت بالرفض بغطرسة بقلة أدب وبجليطة ردوا على فلادمير بوتن وردوا على روسيا أسفين جدا احنا ما بنوقعش أي اتفاقيات ولا بنقشها وبدلا من المفاوضات بزلوا كل جهدهم لزيادة إنتاج الأسلحة والزخائر لنقلها إلى أوكرانيا مما أدى إلى تصعيد التوتر الإقليمي أنا كروسيا أفضل أعدى على أساس أن حضراتكم جميعا تفضلوا لحد ما تقتحموا روسيا الرئيس البيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو في حال حدوث أي استفزاز ده هو بيقول بقى استفزاز على بيلاروسيا من دول الناتو فإن بيلاروسيا ستقوم بالرد على الفور على ذلك العدوان وهتقوم باستخدام ما تملكه من الترسانة بتاعتها بالكامل بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية بدأت بيلاروسيا تهدد بالنووي أيضا لو هناك ثم التهديد لبيلاروسيا هنستخدم النووي وعلى نفسها جنت براقش لافروف الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا هي الرد الوحيد على التهديدات لافروف واشنطن لا تسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية وإيمان الغرب بانتصار أوكرانيا أصبح أضعف أليكزاندر لكاشنكو بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حالة العدوان هكذا قالوا وهكذا أكدوا أراكم على الخير اشتركوا في القناة